اشتركوا في القناة احنا نقشها النهاردة من المصر اليوم الاخوان نصبنا عشر وزارات في الحكومة الجديدة والجماعة تبدأ في تنفيذ خطة لانقاذ برنامج المائة يوم اتفاق على عدم تدخل الجيش في السياسة واحتفاظه بالانشطة الاقتصادية من الشروق من الاهرام اجراءات عجلة لحل مشكلات الكهرباء والخبز عمال غزل المحلة يهددون بنقل اضربهم للقاهرة ده من الوفد الشروق تاني تنطوي وعنان والجنزوري والمفتي يشيعون سليمان في جنازة عسكرية الشروق برضو مدير المباحث يناقض وزير الداخلية وبيقول قتلت طالب السويس متشددون الاهرام قوات بشار تلجأ الى اسلوب الارض المحروقة لطرد المعارضة في دمشق واخيرا برضو من الاهرام مواجهة افريقية بين الزمالك والاهلي تكسر حاجز الصمت للكرة المصري خيب تدي بأول خبر اللي علاقة بأنه الأخوان أعلنوا أن نصبنا عشر وزارات وهنحاول ننقذ خطة الميت يوم شوف الكلام عن الوزارة أو تشكيل الوزارة الجديدة ده بقى عامل زي العنقاء والخيل الوفي حاجة نسمع عنها كده وما نشوفهاش الرئيس مرسي قال بعد زيارة السعودية حنشكل وزارة ثم بعد زيارة أسيوبي حنشكل وزارة ثم عمل اجتماع مع وزارة الدكتور الجنزوني واتفقوا على أنه يكمل شهر رمضان أنا عايز أقولك الحقيقة يعني كل من عرض عليهم منصب الوزارة رفضوا أو ترددوا لسبب يعني ممكن ما يكونش نشر كثيرا في الصحف أنه جماعة الإخوان المسلمين ووزراحها السياسي حزب الحرية والعدالة بيرغبوا أن يجي المهندس خيرت الشاطر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بمعنى أن رئيس الوزراء القادم سيكون عفوا ترطور آه يعني سن يعد في الاتفاق فالاتفاق هتيجي وهيب النائب فلان النائب بتاعك فطبعا الإخوان نصبنا عشر وزارات ده كلام قابل التغيير قابل التمدد قابل التوسع وإحنا يعني من الأخوان كتير قابل كده قالوا هناخد التلت وبعدين هناخد النص وبعدين بتسوى المسألة بتنتهي في النهاية إن هم بيكوشوا على كل شيء وده شفنا قابل كده في مجلس الشعب الجماعة تبدأ فيه تنفيذ خطة لإنقاذ برنامج الميتيوم ده برضو كلام يعني أنا مش فاهم احنا عندنا حكومة وعندنا رئيس ولا عندنا جماعة سياسية الرئيس يمثل زراحة الرئاسي ده كلام برضو يعني فيه انفلات في التصريحات فيه توريط للرئيس بالمناسبة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فيه ناس كتيرة بتصرح فيه ناس كتيرة بتقول فيه ناس كتير بتفتي وفي النهاية بتضطر مؤسسة الرئاسة تطلع تنفي وأحيانا ما تنفيش وأحيانا باب فيه سمت وده برضو عليه علامة استفهام آه طبعا ده علامات استفهام كتير مش علامة استفهام واحدة المطلوب انه الرئيس مرسي يكون رئيسا لكل المصريين تعبيرا عن كل المصريين عشان ينفس خطة البرنامج الميت يوم اللي هو بينقصين غير واضح المعالم مالوش معالم واضحة يعني مش مش هنعمليه في المئة يوم آه لم يعلن ذلك ايه برنامج النهضة في المئة يوم آه برضو ده مش معلن يعني اعلن ان يوم 27 و 28 يوم للنظافة وده جميل بس ايه القلية ايه الخطة هننزل يوم 27 نشيل زبالة اليوم ويوم 28 نشيل زبالة اليوم وبعد كده يوم 29 و تتراكم يعني مفيش قلية ما لتنفيذ ولا فيه يعني خطة حتى الآن واضحة وطبعا الناس بدأت تعد من اول يوم تسلموا للسلطة ونرة 2020 بس هو فيه تصريحات طلعت انه لا هنبتدي نعد المئة يوم لما يبقى في عندنا وزارة بيشكلها دكتور مرسي لا فيه وزارة موجودة لا يعني على كلام التصريحات الثلاثة انه لما احنا لنشكل دعا احنا كده هنعمل اكستنشن بقى للمئة يوم يبقى 200 يوم 300 يوم 400 يوم على حسب بقى عموما وزارة الجنزوري مستمرة مكملة معنا على الاقل الاخر رمضان اتفاق على عدم تدخل الجيش في السياسة واحتفاظي بالانشطة الاقتصادية ده من جريدة الشروق ده كلام طبعا له علاقة بتأسيسية الدستور اتفاق على عدم تدخل الجيش في السياسة الجيش لم يتدخل في السياسة سوى في الفترة الانتقالية مضطرا او وجد ان الموضوع واحتفاظه بالانشطة الاقتصادية يعني الكلام حاولين برضو تأسيسية الدستور بيدور كلام غريب جدا يا السادة ان احنا نتكلم على الافكار الغريبة اللي بتطرح وفجأة كده بتطلب ان هي تدع في الدستور يقودها الاخوة تحديدا جماعة النور والاخوة السريفين انه الدولة شورية وثم الدولة ثم بيتكلموا على انه السيادة لله وانشيل السيادة للشعب ثم كلام عن انه انا ضد مرجعية الازهر على فكرة في الدستور ضد اي مرجعية دينية بما فيها مرجعية الازهر يعني ده كلام برضو يحنى الى الكلام عن دولة دينية مع احترام الشديد للازهر ومؤسساته يعني فيه برضو كلام كتير لكن ذكر اسم مؤسسة بعينها داخل الدستور ده بنسبالي غريب برد يعني بنسبالي ناس كتير مش بنسبالي يعني لأ بصي انا ضد هذا الشكل من الهيمانة حتى لو كان مؤسسة معتدلة مثل مؤسسة الازهر الشريف الدستور بيتكلم يعني بيتقال فيه كلام غريب جدا لا يليق ان هو يتقال وده مش موجود في اي مكان في العالم نحن نتحدث عن دستور لا نريد تغييره للدستور بعد خمس سنين او بعد اربع سنين الكلام على انه الدستور تضعه الاغلبية ده كلام فارغ الدستور لا تضعه الاغلبية ما فيش دستور في العالم تضعه الاغلبية الدستور يضع بالتوافق الوطني العام لانه ده مفروض يستمر معانا مئة سنة جاية فتسمعي هذا الكلام الغريب الناس انا رأيي انه الدستور ده اهم معركة تواجه المصريين الان واذا لم نواجهها بحسب ونحسم الكلام اللي انا رأيي كلام فارغ حوالين كذا وكذا وكذا ده كلام لا يجب ان يستمر طويلا نتحدث عن دستور مدني لدولة دموقراطية تريد التمدن والتحضر تريد الدخول الى عالم الحداثة تريد ان تنفض عن نفسها غبار اكثر من 40 سنة من اقل ما يقال الانحطاط لا يجب ان هو يكون الكلام بهذا الشكل عن الدستور حاجات تدحك الحقيقة دولة شرية ولا السيادة لله ولا السيادة للشعب ده كلام لكن طبعا فيه اتفاق على عدم تدخل الجيش في السياسة ده موضوع مفروغ منه يعني مفروغ منه جيش لم يكن يتدخل في السياسة قبل الفترة الانتقالية قبل الثورة وده موضوع سينتهي حتما بخلاص هناك رئيس يدعى دستور تيجي مؤسسات منتخبة ولكن النص بتاعت احتفاظه بالانشطة الاقتصادية هل بدفع درايب هل فيه تفاصيل لا الجيش من المعروف ان الجيش بيدير مؤسسات اقتصادية كبيرة وضخمة ومصانع تصل الى 40 مليار من الدخل جنيه وتمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي واعتقد انه احتفاظ انشطة الجيش او الجيش من الانشطة الاقتصاد نوع من انواع الكمبراميس داخل ما بين مؤسستي الرئاسة والمؤسسة العسكرية ولجنة وضع الدستور لانه الجيش يحتفظ بكيانه الاقتصادي تمام الاهرام بتقول اجراءات عجلة لحل مشكلة الكهرباء والخبز المشكلة الكهرباء بتالي كل بيوت المصرية بتشتكي منها ان الكهرباء بتقطع ان ما كانش اكتر من مرة فتقطع مرة طويلة مدة طويلة احنا دايما نتفاجأ ان عندنا مشكلات احنا يعني انت عارفة عايزين نحط جنب الكهرباء والخبز كان مشكلة البنزين البنزين والغاز والمية اللي بتقطع كتير دلوقتي اجراءات عجلة يعني انا يعني حاجات كده فيه حاجات بتضيقني انا شخصيا الحقيقة انه اجراءات عجلة لحل مشكلة كذا مشكلة كذا دي موجودة بقالها ضهر بقالها سنين طويلة جدا محدش ايه الاجراء العجل اللي انا هعمله طب انا عايزة اسأل ايه الاجراء العجل اللي انا هعمله عشان احل مشكلة الكهرباء ايه التصور ايه التخيل ايه جديد لو انت موجودة مثلا في موقع الوزير او في موقع وكيل الوزارة مشكلة مزمنة بتيجي كل صف معروف اسبابها ومو نفس الوزير على فكرة فبالتالي يعني يمفود عنده الحل ايه بقى الحل العجل ايه الحل العجل لمشاكل الخبز طب بلاش ايه الحل العجل لحل مشاكل المرور او ايه الحل العاجل لحل مشاكل التكدس العربيات قدام البنزينات عشان تاخد بنزين تمانين اللي هو مختفي لا امعرفش حالك عندك اجابات انا ما عنديش اجابات والحالي عنده اجابات على فترة انا عايز اقولك حاجة دي اخبار بتتكتب في الوزارات ها المستشار الاعلامي الوزير او اقدرت الاعلام في الوزارة بتروح كتب خبر اجراء عاجل لحل مشكلة كذا كذا وبعت يابنى على الجرائط خبر متكرر يعني لو انت بتلاحظ الجرائط كده كل ازبوح هتلاقي اخبار ايه موجودة كده قدر يعني قدر على المصير انه يقروها بدون حلو الحق طيب اضراب اضراب غزل المحلة واضح انه فيه تهديد بنقله ده من الواف فيه تهديد بنقله الى القاهرة في حال عدم تحقيق مطالب العمال شوفي من المؤسف انه بعد ثورة عظيمة زي ثورة 25 يناير انه ما زال عمال غزل المحلة لانا بقولك لعبوا دور مهم جدا في الثورة و 6 ابريل 2007 او 2008 شاهد على هذا الكلام هم اللي صنعوا يوم 6 ابريل انه من المؤسف انه بعد الثورة عظيمة مثل هذه انه العمال بيستخدموا نفس الاليات اللي كانوا بيستخدموها قبل الثورة لاخذ حقوقهم يعني فكرة انه احنا عايزين حوافز احنا عايزين نزود الاجر احنا عايزين وعايزين وعايزين برضو هناك سلطة تتجاهل مطالب العمال السلطة الموجودة نسيت او بتحاول تتناسى ان الاضرابات الفقوية والاضرابات العملية اللي بدأت اللي كانت موجودة قبل الثورة لعبت دور رئيسي فيه تجيش وحجد الشعب المصري اتجاه اسقاط النظام انا شايف ان ده بيتكرر بدون اتخاذ اجراءات عاجلة برضو اتجاه العمال اللي هما هما ليه عايزينين ان ادرابهم من القاهرة لان هما موجودين في المحلة متجهلين تماما ومحدش بيسأل فيهم فتعلوا بقى نعمل ازمة تعالوا نيجي قدام مجلس الوزراء او نقف الشارع الاصر العيني للأسف ده بيحصل بعد الثورة يعني طيب الشروق تنطوي وعنان والجنزوري والمفتي يشيعون سليمان سليمان عمر سليمان في جنازة عسكرية رحيل الجنرال النحيف المخيف عمر سليمان طبعا كما كان غامضا في حياته وغامضا في ادارته للجهاز غامض ايضا في موته واحنا بنسمع كتير جدا عن موت الصندوق الاسود لأسرار مبارك بس انا مش مع الموضوع ده قوي يعني دي مكادش أسرار تخص عمر سليمان شخصين دي أسرار تخص الدولة وتخص جهاز المخابرات وما زالت هذه الأسرار موجودة واعتقدش ان عمر سليمان هياخد حاجة في جيبه وهو طالع او يحمل المعلومات على فلاشة مثلا ويدلتها وهو ماشي يعني لا بس هو نفسه كان جهاز تخزين للمعلومات لأي مدى تم تداول المعلومات تحديدا المم منها للآخرين او اللي بعده او ما شابه لا هو المسألة انه رأى انه قاد مفاوضات يعني هو كان يقود المفاوضات قاد المفاوضات مع جماعة الاخوان المسلمين فترات طويلة منهم وقت الثورة لا وقابل الثورة وقابل الثورة طبعا مسأزلهم اخرهم يعني يعني اسرار ممكن تفتح في اي لحظة اه طبعا اه مقصود هنا الرحم للضاد اللي هو انهم ارتاحوا وهمش هتكشفوا يعني اه بس انا ما اعتقدش انه انه فيه يعني زي ما هو مكتوب في بعض الجرائد انه ممكن يبقى فيه شبهة جنائية في وفاة اه انا اعرف انه كان عيان باله فترة طويلة اه المرض اللي هو الاميلو دوسيز يعني بياخد فترة هو مصاب بيه من فترة يعني فيه تقارير طبية بتقول هذا الكلام ولكن على تشريع الناس اللي شاعت الجنازة غياب رئيس الجمهور والبروتوكول بيقول مين يشايع مين لان انا بصي رئيس الجمهورية لو ذهب الى هذه الجنازة كان حيحصل له حاجات مش قويسة اه كان حاليا انا بروتوكوليا طبعا لازم مفروض صاحب اه خارج من الخير مما نائب لائبا لرئيس الجمهورية رئيس مخابرات ده بتالي اهم من نائب رئيس وكان اعتقد انه كان فيه مفاوضات لاقناع الدكتور مرسي بالزهاب والمشير طنطاو الفريق عنان كانوا خرجوا من عنده راحوا على الجنازة واعتقد ان الجلسة تطرقت الى يعني حضوره من عدمه بس اعتقد انه حتى كبير اليوران تم الهتاف ضده وتقال له يعني ما تضم مرسي اطلع برا فما بالك لو حضر الرئيس طبعا لا وكان بده هيحتلجوه معنيه فيه قدر من الزكاء يعني انه ما يحضرش لانه كان حيروح في مناخ معادي تماما يعني هو في غين عنه هو اصلا يعني برضو موقفه مع المية يوم مع كل بيحصل بتالي هو محتاج انجزات أسرع ربنا يكون فعوني في مشروع 350 يوم طب خلينا نروح لخبر اختار خبر ختامي انا عن نفسي مهتمة تكلم عن طالب السويس لا لا انا عايز اتكلم عن طالب السويس طب من الشروق ده اخر خبر مدير مباحث يناقض وزير الداخلية قتل طالب اهد لازم يناقض لانه ده اغرب تصريح لوزير الداخلية ايه دخل وزير الداخلية يقول دول مياه انه دول ناس معتدلة وهو الولد هو اللي كان غلطان هو اللي يستفزهم انا بخلي الاعتدال ان انا امشي اضرف الناس وموت فيه لا انا كمان بخلي وزير الداخلية بقاقضي فجأة على اشخاصه ده شيء عليها لم تستفهم ايضا هو وزير الداخلية عايز يستمر فيدفع يعني يعني فيه حالة غزل وانه غزل الاسلام السياسي يعني مش صحيح ان التشدد هو اللي مفروض ومش صحيح ان التشدد هو اللي موجود في الشارع بس الكلام مدير مباحث انت عارفة الشيخ خليد ده اللي هو مشهور جدا في السويس بالمنازمة والتهم قبل كده في سرقة مسجد وقبل كده التهم بضربة عديد من الناس ومش اول مرة يخرج هو والاتنين اللي معاه دولت في طلعات استكشافية لارشاد الناس وهدايتهم فكان تصريح وزير الداخلاء في الوقت ده تصريح غريب جدا يعني هل الاعتدال ان انا مش هموت الناس في الشارع يعني ده لو وزير داخلية كوالا لنبور مش هيقول الكلام ده يعني فطبعا جي مدير مباحث قال المعلومات الصحية يعني ما قالوا مدير مباحث وانا اعتقد انه اللي هو برضو عادل رفعة مدير امن السويس ما كانش راضي لانه طبعا عنده المعلومات ما كانش راضي عن تصريح الوزير فطبعا كده اعاد الامور الى نصابها انه مدير مباحث قال الكلام الصح الوزير كان يحاول المجاملة بس لا يجوز يعني موسعت منه شوية بعيدا عن اذا كان هو من وجهة نظر الشخصية انه شايف ده اعتدال او غير اعتدال مش من حقه انه يتدخل ويقيم عندهم سجل لهم تاريخ مش اول مرة يعملوها فكان كلامه طبعا مناقد جدا للواقع وللحقيقة وتصريحات مدير مباحث اعادة الامور الى نصابها الصحيح احنا في انتظار بقى يعني احكام وفي انتظار قرارات في انتظار تحقيقات وشفافية نشوف ايه اللي بيحصل بالزبط ونعرف المعلومات والناس تتحاكم احنا في انتظار حاجات كتير وانا خاف ان احنا نبقى في انتظار جدو يعني الصحفي الاستاذ طارق سعيد مدير تحرير جديدة الكرامة واشكر حليك شكرا جزيلا وكل سانو حليك طيب برد كل سانوات طيبة والسادة المشاهدين طيبين وفخير مسيح لحضرتك كل سنكمل فقراتنا في نهارك سعيد اهو نبتزي قولة بقى فقراتنا واحد الصحافة خليكم معاك